كل يوم يحل بليبيا إلا ويحمل معه تفاصيل مختلفة عن سابقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المترشح للاستحقاق الانتخابي عبدالحميد دبيبا يجد نفسه من جديد في السباقة محكمة الاستئناف بطرابلوس ترفض بقية الطعون المرفوعة ضده بعد أن كانت قد قبلت الاستئناف المقدم من دبيبا لإلغاء الحكم الابتدائي القاضي باستبعاده من الترشح ثلاثة طعون مجموع الاعتراضات على طرشح دبيبا كان أبرزها طعن وزير الداخلية السابق فتح بشغة المستند إلى المادة الثانية عشر من قانون الانتخابات التي تضع رئيسها حكومة الوحدة في تنقض مع فحوها إضافة إلى امتلاكه جنسية ثانية على حد قول بشغة وهي الاعتراضة التي لم تشفع للطاعنين لحد الآن في إسقاط اسم دبيبا من قائمة الترشح معركة الطعون والبت فيها طالت خليفة حفتر بعد أن استثنته في وقت سابق بيد أن محكمة الزاوية قضت باستبعاده من قائمة المترشحين بعد قبولها الطعن المقدم ضده بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشان ترشح المطعون ضده الثاني المدعو خليفة بالقاسم عمر حفتر واستبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية ليلتحق بغريمه سيف الإسلام القذافي الذي لا يزال يواجه ذات المصير خاصة وأن محكمة سبها لم تنظر لحد الآن في استئنافه ضد القرار يقول مراقبون إن خارطة الانتخابات الرئاسية الليبية لا يمكن أن تتضح قبل السادس ديسمبر موعد الإعلان عن المتنافسين الرسميين على كرسي الرئاسة ونهاية فرصة الاعتراض قانونا على أي من الأسماء موسيقى